لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بقوانين خلال دور الانعقاد وذلك من خلال 27 اجتماعا في ظل المسيرة التنموية الشاملة عقدت لجان مجلس الشورى العديد من الاجتماعات وخاصة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وذلك لإيجاد صيقة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطنين فقد أنجزت اللجنة خلال الدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس ما مجموعه 25 تغريرا من المراسيم والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقانون وإذا نظرنا إلى الاقتراحات بقوانين التي تدارستها اللجنة في هذا الدور نجد أن هناك عدد من الاقتراحات التي وافق عليها المجلس وإحيلت بالفعل للحكومة وتتضمن هذه المواضيع ما له علاقة بتقنين عملية البيع والشراب والتقسيط وأيضا إدخال تعديلات على كل من قانون التأمين ضد التعطل وقانون الهيئة العام للتأمين الاجتماعي واللي طبعا إحنا سعينا من خلالهم أن يكون هناك في موجود المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حصن إدارة هذه الصناديق والحفاظ عليها وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن اللجنة كانت حريصة لمناقشة أهم المواضيع التي تواكب تطورات الحديثة في كافة المجالات الاقتصادية والمالية نتطرقنا إلى مشروع قانون بتعديل قانون الاحتياطي للأجيال القادمة واللي يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام لصالح الأجيال القادمة أيضاً على يفوتني أن اللجنة ناقشت عدد من التشريعات التي لها علاقة بقطاع النفط وقطاع الغاز والشركات التجارية وغيرها أيضاً من الموضوعات التي كانت اللجنة حريصة على أساس أن من خلالها يكون هناك عندنا موجود تشريعات تواكب تطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمجالات المالية في مملكة البحرين تحديات كبيرة لم تعيق أعضاء مجلس الشورى في مناقشة الموضوعات المهمة وخاصة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذين أضافوا رأيهم المالي والاقتصادي في أبرز المراسيم والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقانون كان أبرزها المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن المؤسسات الصحية الخاصة ترجمة نانسي قنقر